ليش تحب الجاز وليش الجاز فعلا تختار ريتها مثلا وشنو اول الاشياء اللي الهمتك حتى تدخل بالجاز كول هواي اسباب هي بصراحة يعني وكل واحد بيتفرعاتي بس حتى اوضحها بابسط صورة من اكتر الشغلات شدتني بالجاز هي عدم التكلف رغم انه الجاز فان كلش معقد بس بيه عدم تكلف بيه ارياحية اكثر ومعرف شو اوصفها بس كلش بيه بالنسبة لي خاصة واني كشخص من بلشة طبقة جانت محدودة انت من تبدأ كبريتون وانت يعني جيت بجيل يعني من فتحت عينك على المغنين اللي قدامك صارون يعني من اول ما اعتميت بالغناء الغربي صار قدام برونو مارس مثلا برونو مارس طبقتها عالية 2011-2010 بالضبط فهنا انا قمت احتم بالفن الغربي فمن ده سمعه طبقتها عالية حاولت اغني اغني ما قدرت ما جاوي اي هالشي وهالشي خلاني اغشيك بصوتي اصلا فمن دخلت على فن الجاز هو يقع ضمن الكرونينج الكرونر يغني جاز الجاز هو من البي صنف من الاغاني الجاز تكون ايه البالدز او الستاندرز تكون كل شهات او سوفت كل شيء لطيف في ضمن النطاق مع الكرونر فهذا قريبا الصوتي هذا اللي من الشغلات اللي خلاني اشوفها كمباتيبول وياي متناسق وياي قاعد ويا اللي عندي آني فهاي شغلة الشغلة الثانية كلمات مالاغانية الانجليزية اشهدتك اكثر ولا كلمات اغانية ما تجاز عمما الانجليزية وما الجاز ما تديش الحق به كان اكو ديسنسي اكثر كانت الكلمات خلنقول اخلاقية اكثر يعني غزل عذري خلنه شيء شيء هي رومانتك اغلبها ويعني تتبنى مواضيع عاطفية بالعادة بس بشكل كلين احنا شوف النظر الانطباع على الموسيقى الغربية خاصة هسه انت تتاخذ يعني هو منطقة تتعرض لها انه انت تتاخذ من الثقافة الغربية وفتشي هابط وما ادره ايش اكو فعلا اكو اغاني غربية يعني هسه الهيب هوب مثلا طبعا ما تقدر ما تقدر يعني الالفاظ اللي بي والكلمات اللي يستخدموها دمار الجاز كلين كلمات مالتة رومانتك يعني انا اتمنى اقدر اترجم الاغاني من انزلها انا اقدر اترجمها بس الترجمة الحرفية للاغنية من لغة اللغة تقتل الشاعرية يعني هم عادتهم وزن وقافية مثل ما حدنا عادتهم وزن وقافية من تجي الترجم صعب تحافظ على هالشي فالكلمات نوعا ما تفقد هيكليتها شو انت تتحاول الترجم شعر شعبي للانجليزي واحنا شعر الشعبي بي خنقول حسجة فصحب تحولها للغة الانجليزية بدون ما يصبح الموضوع ضحك لان احنا خاصة بشعر الشعبي نعتمد على الصورة الشعرية صعب تنقل الصورة الشعرية بوزن وقافية لغير لغة وهذا من المواضيع همين خلتني امين للجاز الكلمات فاني انقل ثقافة غربية فعلا بس انظف ما يكون اغاني ديش الحق به كانت كلش ديسنت اكو بها اغاني انا سمعت اغاني من العشرينات حال حال الهفا وضمن نطاق الجاز والبلوز بالمناسبة بس هاي شواذ فاني شيء ابنورمول يعني مو المشاهر ماتهم اللي اشتهروا نهائيا نتكلم احنا على نهائيا اللي هم مثلا الاسعامي الكبيرة مغالة الجاز ما غنوا هاي الأغاني لا لا ما غنوا هاي الأغاني نهائيا بالعكس هم انقلوا افضل صورة خاصة ابديتش الحقبة هو الجاز احنا نعرف الورجنز مالتا كانت من الافارقة واكو شغلة مهو ايناس يعرفوها